والدولة مسؤولة عن تنفيذ ده حتى يستعيد الانضباط والالتزام مسارات الحركة لنا كلنا القانون موجود واللي احنا بنتكلم فيه هو تنفيذ القانون حننفذ القانون وحنبقى مش قصة ولا حاجة لكن حنضطر نتعامل مع حالة يعني التجاوز بشكل غير لان في الهيه دا مستقبلنا او مش مستقبلنا دا مستقبلولادي والأولاد اولادي ومستقبلولادكم والأولاد قانون فهده موضوع من فضلكم ساعدونا فيه من غير محد يدخل معاك شيل التعدي على المنشآت طيب ما شلتهش هنشيله وحندفعك تمان شيله هنشيله وحندفعك تمان شيله مش هنشيله احنا كده ببلاش لا 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 كل الكلام اللي كان موجود قبل كده وتساب ده مش مقبول ان يساب دلوقتي طب ليه؟ نحن بنتكلم على دولة بتحترم نفسها وبتحترم شحبها مرة تانية انا بشكر كل القائمين على العمل اللي هنا والحقيقة حاجة تفرحنا كلنا وحاجة تشرفنا جهد مشكور وجهد عملاق عظيم ان احنا نخلص محطة زي كده في سنتين تقريبا والوقت التاني ده كان عبار عن تجهيز المنطقة واللاندس كيب وبالمناسبة تلمى ان اقراصكم والمقاولين مسئولين عن تشغيل المحطة عشر سنين مش كده عشر سنين يا هاب بالمبلغ اللي انت وتلي عليه كم عشر سنين تماما اقراصكم والمقاولين تمدل عقد عشرة مش خمسة بالمبلغ اللي انت وتلي عليه حضر ايضا